اشتركوا في القناة فلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا واجعلنا نومكم سباتا واجعلنا الليل جباسا واجعلنا النهار معاشا وبنينا فرقكم سبعا شدادا واجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميطاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سوابا إن جهنم كانت مرصادا للطارين مآبا اللابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما ورساقا جزاءا وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائقا وأعنابا وكواعبات رابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاءا من ربك عضاءا حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشضات نشضا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ يماجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أيذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس ضوى يذهب إلى فرعون إنه ضوى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله لكان الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأرضش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الضامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من ضى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك انتهاها إنما أن تنذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك العلف يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له متصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكرة في صحف مكرمة مرفعة مضهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نضفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره فلينظل الإنسان إلى ضعابه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق أولبا وفاكهة وأببا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخ يوم يفر المرض من أخيه وأمه وابيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا ومن في الأرض جميعا وصاحبته وبنيه وفصيلته وبنيه لكل منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مشفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كبرت وإذا النجوم كدرت وإذا الجباد سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا المنهودة سئلت بأي ذا من قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشضت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسم الصبح إذا تنفس إنه لقبل رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين نضاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب الغذين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لما شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفقرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القدر بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها برائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمضففين الذين إذا اكتادوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرطون ويل يومئذ للمكرمين الذين يكربون بيوم الدين وما يكرب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا به يكسبون كلا ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرطون يشهد المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيط مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يترامزون وإذا قلبوا إلى أهلهم قلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضادلون وما أرسلوا عليهم حافظين فليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون ألثوا بل الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كارح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسم حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبرا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسورا إنه ظن أن لن يحور بلا إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفاق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن ضبقا عن ضبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم المبعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود الناد ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقروا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض لله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفرز الكبير إن بضش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والضالق وما أدواك ما اضالق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم ربيدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله ثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تسكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم الأتاك حديث واشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم ضعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة بسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاوية فيها عين جارية فيها شرر مرفوعة وأكواب مرضوعة ونمارق نصفوفة وجرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سضحت فذكر إنما أنتم ذكر لست عليهم بمصيطي إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والمتر والليل إذا يسع هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد في رمضات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأغتاد الذين ضغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوض عذاب إن ربك لب المرصاد فأما الإنسان إذا مبتله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما بلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا ينثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المضمئنة يرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخني في عبادي وادخني جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حلم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يروا أحد فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح من العقبة وما أدراك من العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يرشاها والسماء وما بناها والأرض وما ضحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من سكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بضواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يرشا والنهار إذا تجلا وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتا فأما من أعضى واتقى فصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعشرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتراء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والروحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعضيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ظلا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فررت فانصب وإلى ربك فرد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بيحكم الحاكمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ بربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليضغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهن نسفعا من ناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تضيعه واسجد وقترب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القادر وما أدراك ما ليلة القادر ليلة القادر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البدية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البدية جزاؤهم عند ربهم جنات عدل تجري من تحتها الأنهار والمخالدين فيها أبدا رضي الله عنهم رضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جلزلت الأرض سلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصبر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قد حنف المغيرات صبحا فأثرن به نطعا فبسضن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا معثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لصبيل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من فغلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هيه نار حامية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى جرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويبن لكل همزة اللمزة الذي جمع ماله معدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحضمة وما أذراك ما الحضمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم ضيرا أبابيل تغميهم محجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خلف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطينا أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعضيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدى أبي لهب الله الصمد بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسط إذا وقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدود الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة شكراً لكم اشتركوا في القناة شكراً لكم اشتركوا في القناة لاصحكم اشتركوا في القناة نوعًا توقيت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة